لبيك ذال عفو لبيك إني آتن من كيلاء لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك الحمد لك والملك لك لا شريك لك الحمد لك والملك لك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا البلد الأمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هي بقعة صغيرة مكة المكرمة ومنطقة الحرم مكة المكرمة أصغر من منطقة الحرم في الأصل لكن الآن مكة صارت تتوسع وربما في بعض المناطق تجاوزت منطقة الحرم كما هو معروف عند أدنى الحل من جهة التنعيم وتبقى لكن على كل حال منطقة الحرم إلى الآن أكبر هذه المنطقة المتعددة الجهات التنعيم الجعرانة الشميسي نمرا هذه المنطقة من المعروفة بمنطقة الحرم وداخلها منطقة مكة هذه منطقة طاهرة لها قيمة اعتبارية عظيمة عند الله عز وجل ولذلك من يريد أن يدخل إلى هذه المنطقة ينبغي أن يلتفت إلى آدابها نحن نلتفت إلى عمل واحد وهو أن نأتي إلى الميقات ونغتسل هناك غسل الإحرام ثم نحرم ملبين وندخل بالإحرام وهذا هو عمل عظيم لا كلام فيه بل هو العمل الأصل حيث لا يحق لأحد أن يدخل إلى هذه المنطقة إلا إذا كان قد فعل هذا الفعل باستثناء بعض الأفراد كالحطاب وحامل الميرة أو الذي اعتمر في ذلك الشهر وما إلى ذلك مع ذلك من يريد أن يدخل هذه المنطقة ينبغي أن يراعي بعض الآداب الأخرى ولها ثواب عظيم عند الله عز وجل ألم أقول قبل قليل أنه يستحب للمعتمر أو للحاج يعني من يريد أن يدخل بنسك إلى هذه المنطقة أن يغتسل قبل الإحرام يعني قبل أن يعقد نية الإحرام هناك أغسال أخرى اللي عادة لا يلتفت إليها ولكنها هامة اغتسل هذا الغسل هناك غسل آخر ما هو إذا وصل إلى حدود الحرم يعني منطقة الحرم من أي جهة جاء من جهة التنعيم جاء من جهة الشميسي جاء الذي يأتي مثلا من جدة عادة يمر على الشميسي مثلا وما إلى ذلك من الجعرانة جاء من نمرة لو بيدخل من عرفات بيدخل من جهة نمرة من أي جهة أراد أن يدخل إلى منطقة الحرم يستحب له أن يقف قبل الدخول ويغتسل مع أنه كان قد اغتسل قبل ذلك لكن إذا وصل إلى هنا لا يدخل إلا متطهرا بشكل إضافي أيضا لاحظوا عندنا في الرواية لاحظوا وسأبين لكم ثواب هذا العمل أيضا الرواية تقول هكذا يروي هذه الرواية ابان ابن التغلب عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام مزامي له فيما بين مكة والمدينة يعني رافقت الإمام سلام الله عليه من المدينة إلى مكة فلما انتهى إلى الحرم هذا غير الإحرام الذي أحرمه في مسجد الشجرة أين لفي آبار علي بعد خروجه من المدينة لما وصل إلى هنا أيضا اغتسل قال فلما انتهى إلى الحرم منطقة الحرم نازل واغتسل وأخذ عليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعته مثل ما صنعه يستحب أن الإنسان أولا يقتسل بعدين يمشي حافيا إذا كان ينتعي النعالا يأخذ النعال يضعه مثلا في أي مكان في كيس بين يديه أي مكان طيب ويمشي شيئا ما بمقدار ما حافيا إجلالا وتقديرا لهذه المنطقة التي يدخلها هم على طهارة هم أيضا بتواضع فقال يا أبان من صنع لاحظ الثواب يا أبان من صنع مثل ما رأيتني صنعته تواضعا لله عز وجل مح الله عنه مئة ألف سيئة وكتب له مئة ألف حسنة وبنى له مئة ألف درجة وقضى له مئة ألف حاجة إذا جاء بهذا العمل جاء بهذا العمل طيب سأتي على نقطة مهمة هنا إذا جاء بهذا العمل يبقى شيء آخر يمشي 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 سوف يدخل مكة إذا دخل مكة أيضا وصل يعني افترض أنه عدة كيلوات أو غير أو أقل أو أكثر وصل إلى مكة يستحب له مرة أخرى أيضا قبل دخول مكة أن يغتسل أيضا في الميقات يغتسل وإذا أراد أن يدخل الحرم يغتسل منطقة الحرم وإذا أراد أن يدخل مكة بعد ذلك أيضا يغتسل هم هذا مستحب طبعا عندنا بعدا لو أراد أن يدخل الكعبة يغتسل أيضا وما إلى ذلك بس هنا وأكد هنا على هذا الموضوع شوف عندنا في الرواية في رواية عندنا صحيحة السند يرويها الحلبي قال أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة طيب ولو اغتسل ونام يستحب له نعيد الغسل شوف رواية أيضا هم صحيحة السند عبد الرحمن بن الحجاج أرويها قال سألت أبا إبراهيم يعني الإمام الكاظم عليه السلام عليه السلام أن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد قال لا يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء ما دخل بغسل يعني يعني لو صارت واغتسل وشويه نام أراد يجي يدخل مع أنه نام افترضت حركة سيارة قليل نام أراد أن يدخل الإمام يقول يغتسل مرة أخرى هذا إذا أراد أن يفعل هذا المستحب أول سؤال سوف يأتي من يستطيع أن يقف في مثل تلك المناطق ويغتسل أين يقف في منطقة الحرم ويغتسل أين يقف أول مارد أن يدخل مكة ويغتسل وهو في الباص أو في السيارة ونروح دور حمامات مثلا وأين يحصل على الماء مثلا هذا كله موجود طيب قبل أن أجيب على هذا السؤال سأقول حاجة هنا أنا قدمت استحباب الإحرام استحباب الغسل لدخول الحرم على استحباب الغسل لدخول مكة بعض الأحيان منطقة مكة تخرج تصير أبعد من الحرم يعني تمر على الحرم وتتجاوز كما قلت عند التنعيم معناها هنا قبل أن يدخل مكة يغتسل وإذا وصل إلى منطقة الحرم هم يغتسل لكن الذي يهون الخطب حتى لا يقول أحد بأن هذا مكلف يجوز للإنسان أن يؤخر الغسل إلى بيته إذا وصل إلى البيت يغتسل عن جميع هذه الأمور غسلا واحدا بنية غسل لدخول الحرام وبنية غسل لدخول مكة وهو في بيته ويجزيه ذلك لاحظ في الرواية الرواية تقول سألته له ذريح المحارب في رواية صحية السند أيضا قال سألته سأل إمام الصادق عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وإن اغتسلت بمكة فلا بأس وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس إذا وصلت إلى البيت وأردت تنظف مثلا اغتسل عن الأمرين غسل دخول الحرم وغسل دخول مكة المكرمة هذا له ثواب عظيم عند الله عز وجل لأن هذه المنطقة منطقة لها قيمة اعتبارية عظيمة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يدخلها أحد إلا وهو طاهر وأيضا على درجة من التواضع والوقار نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم توام التوفيق صلى الله على محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين لبيك ذال عفو لبيك إني أعطي من كيلة لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يدك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يدك الحمد لك الحمد لك والملك لك لا شريك لك الحمد لك والملك لك لا شريك لك اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة